تأكيداً لضرورة استمرار التواصل بين الأفريقاء اللبنانيين عقدت هيئة الحوار الوطني جلسة جديدة في عين التيني غاب عنها الجنرال مشيل عون وتمثل في الوزير جبران باسيل والنائب سليمان فرنجي الذي غاب بداعي السفر وتمثل في الوزير السابق يوسف سعادي مدن أساسي كان على جدول الأعمال وهو تفعيل العمل الحكومي ومناقشة تحفظات الأطراف حيال عقد جلسة لمجلس الوزراء خصوصاً فيما يتعلق برفض التيار الوطني الحر المشاركة في جلسة لا تتطرق إلى ملف التعيينات العسكرية قبل البدء بالبند الوحيد على الطاولة أثار الرئيس تمام سلام موقف لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر وهو الذي وصفه بالممتاز فشرح باسيل ما جرى مؤكداً تنصيقه المتواصل مع سلام في الاجتماع وبحسب مقربين إلى الرئيس فؤاد السنيورة للجديد فإن الأخيرة اعترض على موقف لبنان معتبراً أنه كان يفضل تبني الإجماع العربي وعدم تفرد لبنان بالامتناع عن التصويت على البيان الختمي أما فيما يتعلق بموضوع حزب الله فأتى رد السنيورة مستغرباً مقارنة بخطباته السابقة إذ قال كنت اتخذت الموقف نفسه من رفض ذكر اسم الحزب وربطه بالإرهاب لكني طبعاً ضد التدخل في البحرين انسجاماً مع سياسة النائب النفس التي نطالب بالتزامها النقاش تحول بعد ذلك إلى جدل في مواقف حزب الله والمستقبل الأخيرة إذ اختنم وفد المستقبل فرصة وجود النائب محمد رعد لمساءلته عن خطابه الأخير الذي قال فيه يجب على الرئيس سعد الحريري المفلس ألا يعود إلى لبنان فكان رد رعد أن ما قلناه نقطة في بحر إهاناتكم وشتائمكم لنا صدر كلام عن سيد نصر الله ورد عليها الرئيس الحريري إلا أننا فجئنا بكلام قوي لمسؤول في طيال المستقبل لا يمكن أن نقبل به كنا ننتظر توضيحاً ما من جانب طيال المستقبل إلا أن هذا التوضيح لم يأتي فكان كلامنا بمثابة رد وهنا طلب بري إلى الطرفين تأجيل هذا العتاب إلى جلسة الحوار المسائية بين الحزب والمستقبل ثم استكملت الجلسة بمناقشة تفعيل عمل الحكومة وهنا قال سلام أن هناك نحو 500 بينها 140 مشروعاً ملحاً و104 مرسيم تتعلق بحياة الناس ومصالحهم وهي بحاجة إلى توقيع الوزراء وقد أبدى الطيال الوطني الحر إيجابية من انعقاد الجلسة لكنه أصر على ضرورة البدء في بحث وسائل لتذليل العقبات في مسألة التعيينات العسكرية حتى نهار انعقاد الجلسة بعد انتهاء الجلسة خرج الجميع متفائلاً بعدما عينت جلسة سيحضرها جميع الأطراف في 27 من الشهر الحالي النائب وليد جملاط تفهم موقف لبنان في جامعة الدول العربية وحزب الله أكد التزام الأفريقاء خطابات هادئة نؤكد الحوار نتبادل نتعاتب لكن لا مهرب من الحوار استمعنا إلى بعض التوضيحات والعتب والعتب المتبادل استمعنا إلى توضيح وزير الخارجية حول موقف لبنان وكنت جداً متفهم لهذا الموقف على صعيد الرئاسي طبعاً يعني مبين أنه كل شي معطل فنحنا اقترحنا أنه يكون فيه جلسة بس مخصصة لموضوع النائب النفس لأنه ربما التقدم في مسألة نائب النفس بتسهل انتخاب رئيس الجمهورية شمعاً انت الجلسة إيجابية الاتفاق على تفعيل الحكومة والعمل ما أمكن خلال اليومين المقبلين على تذليل العقد التي تحول دون الإنعقاد المناخ إيجابي بصورة عامة في اتجاه لتذليل هذه العقد وللتعاون على معالجته الأمر الآخر أيضاً لناحية التصعيد في الخطاب السياسي كل القوى اتفقت على أنه ما في حاجة لهذا التصعيد التمسك في الأطر الحوارية القائمة والابتعاد ما أمكن عن كل خطاب تصعيدي استفزازي يثيء إلى المناخ السياسي إذن حققت هذه الجلسة الهدف المنشود منها وانبثق منها توافق للذهاب إلى جلسة مجلس الوزراء بنودها الأساسية أمور الناس الحياتية وحتى تذليل العقبات طبقت عينات العسكرية موضوع نقاش قد يدخل الجلسة من خارج جدول أعمالها